ومحاولات احداث التغيير في تركيبة اللعبة اداريا وتنظيميا ربما ستنجح اذا تمكن يونس محمود ونشأة اكرام وهوار ملا محمد ونور صبري وزملاء اخرون لهم من تقديم برنامج واضح المعالم فيه اصلاح لما اصاب كرة القدم العراقية من اضطراب وصل حد الفوضى طبقا لما يطرحه النجوم في خطابهم الذي يتداولونه اليوم اعلاميا في اطار تمهيد الارضية لدخول الانتخابات التي ستجرى منتصف العام الحالي انا رأيت شي اني في مجال اخدم اذا ما في مجال خل يعني خلي يقولون لي يعني مثلا ما بها مجال تخدم حتى شيء الغراضي وقل اعتذر للجمهور ونزل لي تقريدة على تويتر بس ما خلوني وشيء الغراضي واروح يعني ما رد اسوء يعني اكثر من هذا اسماء مثل يونس محمود وناشئة اكرم ومهدي كريم وقصي مونير وهوار مولا محمد ونور صبري والقائمة طويلة حق مشروع لهذه الاسماء انه تعمل في مضلة الاتحاد العراقي لكرة القدم شعبية كبيرة ونجاحات مشهودة وسمعة ليست موضع شك يتمتع بها النجوم الذين حققوا للعراق كأس اسيا للمرة الوحيدة قبل احدى عشرة سنة هي مدى قناعة الهيئة العامة الحالية للاتحاد بتغيير الوضع القائم وصدق تجاوب الهيئة التي تمثل اندية في عموم البلاد مع مطالب يطرحها نجوم بعضهم اعتزل وبعض اخر ما زال يلعب ولم يكتسب بعد تجربة في العمل الاداري العملية مفتوحة تماما المشكلة هي بالدخول الى الهيئة الادارية او قيادات الاندية الرياضية لا اكثر ولا اقل طبعا بالنسبة للاتحاد كرة القدم حسب الطلاعي وعلاق تهوية الاخوة عضاء الاتحاد يشجعون هذه المبادلة الى عضوية الاتحاد وهذا في شيء رائع وشيء هاي بس العقبة الرئيسية هي مو يم الاتحاد يم القوانين اللي تمنعهم من الوصول الى قيادات الاندية لا اكثر ارتكزوا نجوم الكرة القادمون الى الانتخابات على شعبية لا تنكر في الوسطين الاعلامي والجماهيري لكن آليات الانتخاب وضيق مساحة الهيئة العامة للاتحاد تجعل مهمة التغيير صعبة على النسيج التنظيمي لكرة القدم العراقية علي رياح بين سبورت بغداد